اهلا بكم في نشرة الظاهرة ما بين بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم ونفي روسيا لدعمه بشخصه وعدم تفاؤل المبعوث الدولي لسوريا تراوحت نتائج لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأخضر الإبراهيمي خيم سقيع موسكو على المؤتمر الصحفي في نهاية اللقاء ليخرقه غمز لافروفي حول فرصة لحل تفاوضي للأزمة السورية لا بد من استغلالها في المحصلة أصرت موسكو على أن الملف لا يزال بيديها المفتوحتين كل لفريق وزعت ردودها بين النظام والمعارضة وإن كانت قد رأت في حديث أحمد معاذ الخطيب حول سقوط الأسد حائطا مسدودا جددت دعوتها للجميع للحوار أطبق الإبراهيمي عائدا بعد أن سلم موسكو نتيجة واحدة معلنة على الأقل الأسد قال شخصيا لن أرحل وسأبقى في مكاني لأحمي سوريا ولا سبيل لتغيير هذا الموقف ومن روسيا نبدأ إذن بعد سوريا حتى الأخضر الإبراهيمي في موسكو متحدثا عن وجود عملية سياسية حقيقية في سوريا من روسيا أطل المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي مبشرا بوجود عملية سياسية حقيقية في سوريا يا قدها الشعب السوري الإبراهيمي التقى وزير الخارجية الروسي سيرجيلافروف الذي نفى أكثر من مرة دعم بلاده عسكريا للنظام في سوريا رافضا الرد على أحمد معاذ الخطيب الذي تهم موسكو بدعم النظام سنستمر في تواصلنا مع الممثلين ومع الإبراهيمي ومعرفته وخبراته للمنطقة يمكن أن تكون هامة من أجل الحفاظ على الفرصة الموجودة لحل تفاوضي للأزمة في سوريا هدف الائتلاف الوطني السوري هو إسقاط النظام وهذا يخالف ما اتفقنا عليه في جينيف نحن على قناعة أن هذا الأمر لا مخرج له ويعتبر طريقا مسدودا والوضع سيستمر على حاله والمعارضون في الخارج لن يؤثر في تطور العمل العسكري في سوريا وإذا كان رئيس الائتلاف مع هذا الخطيب سياسي جدي كان يجب أن يسمع تحليلنا لأننا لا ندعم الرئيس السوري وإنما نحن مع الشعب السوري وروسيا لا تمد النظام السوري بالأسلحة الرئيس السوري بشار الأسد قالها بشكل علني في اللقاءات مع الإبراهيمي أنه لا يريد الرحيل وسيبقى في مكانه ويحمي سوريا ولا سبيل لتغيير هذا الموقف هناك طريق واحد للتسوية في سوريا والخيران الوحيدان المتاحان أمام سوريا هما إما البدء بعملية سياسية جدية يقودها الشعب السوري حاليا وأما الطريق الآخر هو تدويل الأزمة الذي سيؤدي إلى التأثير على المنطقة ويمكننا عندها تخيل التابعات في حال سادت الهستيريا دمشق فإنه على الأقل سيتوجه مليون نازح إلى لبنان أو الأردن ومن الصعب جدا استضافة اللاجئين في المنطقة المجاورة كما أنه في حال لم يتخذ السوريين الإجراءات اللازمة فإن هذا النزاع سيتحول إلى عواقب وخيمة إشارة إلى أن موسكو استبقت زيارة المبعوث الدولي بالإعلان أن الإبراهيمي طلب زيارة روسيا لمناقشة نتائج جولته الأخيرة في سوريا في لبنان لم تنجح المساعي في حل حالة أزمة دار الفتوى فقد علم أن نتائج الاجتماع الأخير الذي ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني إلى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني لم يصل إلى نتائج إيجابية في التمديد للمجلس الشرعي وعليه فإن اليوم الأول من عام 2013 سيشهد فراغا في المجلس الشرعي الإسلامي ويقوم الخلاف على تحديد مهلة للتمديد ففي حين يسعى الرئيس فؤاد السنيور عبر الوزير قباني إلى عدم تحديد سقف زمني للانتخابات وتمرير اعتراف بجزء من المجلس الشرعي الذي مدد لنفسه خلافا لرغبة المفتي يصر المفتي على تحديد سقف زمني هو آخر شهر آذار لانتخاب مجلس شرعي جديد خوفا من دخول المجلس في تمديد طويل الأمد سياسيا قالت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان لصحيفة الجمهورية إنه سيبت في أول أيام العام المقبل مصير طاولة الحوار ولا ينتظر الربع الساعة الأخير قبل السابع من كانون الثاني وأشارت المصادر إلى أن المواقف المرتبطة بالطاولة باتت واضحة للغاية ولا حاجة لأي انتظار جديد فالمواقف على حالها ولا يعتقد أن شيئا ما سيؤدي إلى تغييرها في هذه الأجواء وفي المواقف رعد وجملاط يرحبان والسانيورا يتحدثوا مجددا عن موقف موحد للمعارضة أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد إن فريقه السياسي سيكون إيجابيا مع دعوة رئيس الجمهورية لعقد هيئة الحوار على الرغم من عزوف البعض ومقاطعته إلى جانب حملات التجني والتحريض وقال رعد إيجابيتنا هي نتاج قناعتنا بأن استقرار البلد وقطع الطريق على أجندات التخريب يتطلب منا ومن الجميع أن نتوسل الحوار سعيا إلى إيجاد مساحة مشتركة لحماية البلد بدوره شدد رئيس جبهة النضال النائب وليد جملاط على أهمية تلبية الدعوة للحوار لأنه مصلحة الجميع وقال جملاط نعيش اليوم وضعا دقيقا والشروط التعجزية لن تؤدي إلى أي مكان وكذلك المزايدات الانتخابية لبعض السياسيين المراهنين على تغييرات إقليمية ختاما أطمئنكم بأنها لن تكون في صالح أحد فكفى مزايدات ولنذهب إلى الحوار الرئيس فؤاد السنيور الذي اشترط لعودته إلى الحوار إعلان حزب الله قبوله بحث موضوع سلاحه على الطاولة قلل في حديث صحفي ثاني من أهمية إعلان الرئيس أمين لجميل مشاركته في الحوار وقال إنه تبلغ من لجميل التزامه بما تتوافق عليه قوى الرابع عشر من أذار رئيس مجلس النواب نبيه بيري قال للنهار إن لبنان بدأ المرحلة العملية للتنقيب عن النفط وأصبح في إمكاننا القول اليوم إن الدين هو على مستقبل البترول وليس على مستقبل أولادنا بيري نفع علمه بطرح الرابع عشر من أذار أسماء لحكومة حيادية وقال إن المهم هو قيام اللجنة النيابية الفرعية بالدور المطلوب منها تمهيدا لرفع حصيلة اجتماعاته إلى الهيئة العامة ليقول مجلس النواب كلمته النهائية في قانون الانتخاب المنتظر أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن قرار استئناف عمل اللجنة النيابية هو أمر إيجابي ومفيد وعسى أن تتوصل اللجنة من خلال اجتماعاتها اليومية المفتوحة إلى تفاهمات تؤدي إلى تبديد هواجس جميع الأفريقاء من دون استثناء وقال أن اللجنة ستناقش إيجابيات وسلبيات كل المشاريع وأي قانون يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق ستسير به الحكومة ميقاتي كان قد استقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور قبل ظهر اليوم في السراية وقال الوزير بعد اللقاء أن البحث تناول مواضيع الساعة وبعض الملفات العائدة لوزارة الخارجية ومشاريع المرسيم المتعلقة بها إضافة إلى إنشاء قنصليات فخرية جديدة في الخارج أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث صحفي أنه لن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية بالشكل التقليدي بل هو يكمل عمله بشكل طبيعي وقال جعجع ولكن إذا اقتربت الانتخابات وتبين أن هناك توجهات لدى بعض الكتل في أن يكون في موقع الرئاسة فأنا أتمنى ذلك من باب أنني أصبح في موقع يتيح لي تحقيق مشروعي وأهدافي وتطلعات للبنان معتبرا أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون هو الأقوى بين المسيحيين ولكن شيعيا أهلا بكم من جديد مدعي عام تمييز يزور سجن رومي متفقدا أحواله ومطمئنا إلى سير أعمال بناء قاعة المحاكمات خلال جولة تفقدية له في سجن رومي أكد مدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي على أن كل ما يقال في الخارج عن سجن رومي هو صحيح وأوضح أن العمل جار على نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بالتعاون مع الدول الغربية معلنا أن المحاكمات للمتهمين في قضية نهر البارد ستبدأ في غدون الأيام العشر الأولى من شهر شباط المقبل ومن المهم أن أشير إلا أننا نحن كنيابة عامة تمييزية سوف نقوم بدورنا المطلوب وفقا للقانون بأن نبلغ المتهمين كلهم من كان منهم موقوفا ومن كان منهم فارا من وجه العدلة نبلغهم قرار الاتهام وقوائب شهود الحق العام وعندما تتم هذه التبليغات يعين المجلس العدلي موعدا للمحاكمة وعلى هذا الأساس أعتقد وآمل أن تبدأ المحاكمات كما سبق وقلت في العشرة أيام الأول من شهر شباط من العام القادم وهكذا نكون قد باشرنا بإنهاء ملف هذا الملف الضاغط علينا وعلى السجن وعلى رأي العام وقمت بذات الوقت بزيارة وتفقد سجن رومي لن أتكلم كثيرا عن ما شاهدته وأريد أن أقول كل ما يكتب عن هذا السجن في الخارج هو صحيح بنسبة ماية في الماية هذا وجال ماضي في أرجاء المبنى الذي شيد حديثا لتجري فيه محاكمات متهمي نهر البارد واطلع على أعمال البناء كاشفان عن استلام المبنى أواخر شهر كانون الثاني المقبل بناء على وعد من المشرفين عليه أشار عضو تكاتل تغيير والإصلاح النائب عباس هاشم في حديث إلى برنامج الحدث إلى أن لبنان لا يستطيع تحمل هذا العدد الكبير من النازحين السوريين واعتبر عباس أن رسالة الرئيس ميشيل سليمان حول العمل الديبلوماسي في لبنان أتت لتضع حدا للإنهيار الشامل مشددا على ضرورة التزام السفراء الأصولة الديبلوماسية خلال عملهم في لبنان أنا برأي لازم نسأل ساعة السفير ميشيل خوري أنا بشك أن يكون طالب موعد لأنه إذا طالب موعد قاله ثلاث سنين مش يأخذه لازم يترك سوريا ويجي للبنان يجب أن يغادر سوريا فورا ويعود إلى لبنان لأنه حضرته بمثل تبه فخامة رئيس الجمهورية داخل الجمهورية العربية السورية أي تقليل من احترام أي سفير من سفراءنا أنا أعتقد علينا أن نتخذ الإجراء الطبيعي والمنطقي هو أن ينسح بهذا السفير ويعود إلى بل فرنسي هذا شأن أما بينه بمثل رئيس الجمهورية في الجمهورية العربية السورية كيف يطلب موعد هل أن يتأخر الموعد ممكن يطلب موعد بخلال ثلاث سنين ما يعطوه موعد شو بعده يعاد يعمل فوق أمنيا أفادت معلومات أنه عثر على جثة المواطن فادي الهاشم من موليد العام 1966 وهو أب لطفلين بالقرب من منزله في عين سعادي بعد أن خطف بدافع السرقة وكان المغدور قد تعرض للخطف ليلا في رومي وقد عثر على سيارته في أحد أحراج المنطقة وبقي هاتفه مقفلا منذ لحظة اختفائه أمنيا أيضا غادرت المواطنة حن مراد البالغة من العمر 77 عاما منزل شقيقها أنتوان مراد في بلدة زبدين جبيل بعد ظهر أمس ولم تعود وهي ترتدي بانتالون جينز وجاكات جلد سوداء اللون وقامت الأجهزة الأمنية في القضاء بالكشف والبحث عنها مستعملة الكلاب البوليسية وناشد أهلها كل ما يتعرف عليها الاتصال على الرقم 0-3-833-198 في احتفال ميلادي حزب القوات اللبنانية يؤكد اللابديل عن الدولة وهي ليست بحاجة إلى حماية ووصاية من أحد استنكاراً للضغوط الأمريكية على القضاء الفرنسي للإبقاء على المعتقل اللبناني في فرنسا جورج عبدالله في السجن نفذ أصدقائه اعتصاماً أمام مبنى السفارة الأمريكية في عوكر نددوا فيه بالإدارة الأمريكية التي ضغطت مباشرةً على الإدارة الفرنسية للحكم على عبدالله بالسجن المؤبد وهددت السلطات الفرنسية بالقطيعة السياسية إن لم تصدر هذا الحكم ليامل جورج عبدالله في السجن إن في دعوة أوباما إلى بقاء جورج عبدالله في السجن تجاوز قرارات العدالة الفرنسية وتصريحات السفير الأمريكي في باريس حول تهديد حرية جورج عبدالله للسلم العالمي ما يتناقت مع البند الخامس من الدستور الأمريكي وهو مقون أساسي في شرعة حوك الأنسان الأمريكية هذا البند الذي يقضي بعدم سجن أي شخص أهلاً من جديد في احتفال ميلادي حزب القوات اللبنانية يؤكد أن لا بديل عن الدولة وهي ليست بحاجة إلى حماية ووصاية من أحد رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الدولة تبقى هي الحامية والملجأ بكل مؤسساتها السياسية والأمنية لافتاً إلى أن يد القوات ممدودة لكل اللبنانيين للتعاون لقيام الدولة اللبنانية القادرة وحدها من دون شريك على حماية الحدود هذا الموقف جاء في الاحتفال الذي أقام حزب القوات لمناسبة الأعياد في مرجعيون بخيرات التعريفين اللبنان اللبناني عملهون الدم والعرفة الخيانة من يغسين يرفعوا أفريقاء دائماً يكونوا محيبة الشهو الحق وسلامة يا عبدالله ورقاً مرحباً لواد التعاوني وإننا عبدالله وموضعه ولكن على طاعة من الدولة اللبنانية وقت من جعله وحابياني بمؤسسات حدنا سياسي وراني واسمالي مرتضينا ومراحباً وانا بقليل يوم حياتي من خلف الزمنية مش انها مصنع وما اتقوّر من الهي رأسنا الذي خلفنا يدعم واختتم الاحتفال بمنح درع القوات إلى سفير النواية الحسنة فادي سليمي ابن بلدة مرجعيون في الهند توفيت الفتاة التي تعرضت لاغتصاب جماعي الأسبوع الماضي ما أدى إلى احتجاجات غاضبة عمّة البلاد بعد أسبوع على تعرضها لاغتصاب جماعي وحشي في نيو دالهي توفيت الفتاة الهندية التي لم يذكر اسمها متأثرة بجروحها في أحد مستشفيات سينغافورة بعدما عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها بسبب خطورة إصاباتها ومع إعلان الوفاة تحسبت السلطات الهندية لنزول مزيد من التظاهرات الاحتجاجية فشددت إجراءاتها الأمنية وأغلقت عشر محطات لمتر الأنفاق ومنعت المركبات من السير في الطرق الرئيسة في العاصمة حيث يحتشد متظاهرون منذ وقوع الاعتداء رئيس وزراء الهند أعرب عن حزنه الشديد مبدياً تفاهمه لردود الفعل الغاضبة وواعداً بجعل الهند مكاناً أكثر أمناً للنساء فيما شدد مسؤولون آخرون على ضرورة الاقتصاص من الجنات إن وفاة الفتاة لحظة مخزية لي ليس فقط بصفة رئيسة حكومة ولكن باعتبار مواطنة في هذا البلد أيضاً وكانت الفتاة البلغة 23 عاماً مع صديق لها يستقلان حافلة في طريقهما إلى المنزل عندما أبرحهما ستة رجال ضرباً بقطبان حديدية واغتصبوا الفتاة مرات عدة وأثار الاعتداء جدلاً كبيراً بشأن معاملة نساء في الهند حيث يتم الإبلاغ عن جريمة اغتصاب كل 18 ساعة قال الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة له أمام أعضاء مجلس الشورى إن ثورة السورية ستنضي إلى تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة ونحن ندعمها مرسي أشار إلى أن بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية لا يمكن القيام به إلا بتكاتف جميع قوى المجتمع الحرة وأضاف أن هذه الدولة لا يمكن أن تقوم دون تمكين المجتمع المدني من القيام بدوره ولفت مرسي إلى أن أعضاء مجلس الشورى أصبحوا بالدستور يتولون سلطة التشريع كاملة وذلك حتى انعقاد مجلس النواب الجديد داعيا كل الأحزاب للانضمام إلى الحوار الوطني الذي يرعاه بنفسه والمشاركة الفعالة بحوار وطني حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد اسم يلمع خيرا في السعودية وآخر عطاءاته مركز عالمي للأيتام لا حائل أمام العطاء إذا ما قرر المتقدر أن يتحول نهرا له والدكتور ناصر الرشيد توج النهر بمركب ينتشل الأطفال من الغرق على يابسة اليوتوم أكبر دار للأيتام في العالم شيدها الرشيد في حائل السعودية على نفقته الخاصة وهي تتسع لمائة وستة وسبعين يتيما وتضم وحدات سكنية خاصة ومستقلة ومكاتب وصلاة استقبال وغرف نوم اجتماعات وصلاة طعام ومطابخ مجهزة على أعلى المواصفات وصلاة للنشاطات الرياضية ومسابح وشبكة للألياف البصرية وحضنات وغيرها من مستلزمات العيش الرغيد وضعت اللبنة الأولى للمشروع عام 2007 قبل أن تفتتح الدار نهائيا هذا العام برعاية أمير المنطقة حائل سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز وحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين والدكتور ناصر الرشيد وللرشيد الأياد البيض التي نشرت رذاذها على السعودية وطافة العالم إلى أن تحول هذا الرجل إلى مؤسسة اجتماعية قائمة بذاتها فهو أنشأ على نفقته الخاصة مركز الملك فهد للأورام وسرطان الأطفال وقد علج فيه ما يفوق 12 ألف مريض بسرطان الأطفال وعلى نفقته أنشأ مركز الدكتور ناصر الرشيد لطب العيون في حائل و114 مسجداً في المدينة نفسها ومسجد الحمام في مدينة الرياض ومركز الراشد لتحفيظ القرآن في حائل ومركز الأمير السلمان للمعوقين وتبرع بإنشاء مبنى الطلبة في جماعة الرياض وأحد المباني في جماعة الأمير محمد بن فهد في الدمام ودعم جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض وساهم مالياً في دعم حملة شرطة حائل حتى لا تروح الروح وشرطة الرياض اللبيب من الإشارة يفهم وحملة أعقلها وتوكل وعشرات من الأعمال التي لن يتسع لها تقرير تلفزيوني وبينها ما وصل إلى سوريا والأردن ولبنان مع دعم مؤسسة رينام عود ومستشفى السنجود لسرطان الأطفال وصولاً إلى الولايات المتحدة وبريطانيا مع مؤسسات مشابهة وحنين الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد إلى لبنان يعود بجذوره إلى زمن كان فيه الرشيد يطلق علومه الثانوية في المدرسة الأمريكية في سوق الغرب عام ستين قبل أن يلتحق بجامعة تكساس ويحصل على البكالوريوس عام خمسة وستين ويعمل في كلية البترول والمعدن معيداً ثم أكمل الدكتورة عام سبعين من جامعة تكساس تاريخ الدكتور الرشيد الحافل توجه ثلاثة مؤلفات باللغة الإنجليزية هي الملك فهد والمسيرة الحضارية السعودية وحرب الخليج والسعودية وكل ما تحتاج أن تعرف عنها له مبدأ يسير عليه أسعد الآخرين وسعادتي من سعادتهم اسم على مسمى بديع لأن كل ما تنتجه يداه عمل بديع بديعبلا إليكم الفنان اسمه البلو هاوس أو البيت الأزرق مكان ساحر في شارع صغير في الجميزي يعود تاريخ بنائه إلى أيام العثمانيين عندما ندخله نشعر وكأننا في عالم آخر فيأخذنا إلى بلد العجائب وكأننا بوجود كل هذه التحف والقطع الفنية أليس إن واندرلند أما من يقف وراء كل هذا فهو الفنان المبدأ بديعبلا نتعرف عليه سويا اليوم نحن موجودين عندك ببيتك اللي هو يمكنك أن أقول معرض المسيح وأعمال سنية كلها شرب إيديك اليوم بدي أحكيكم أكتر عن الرماني والرماني مثل ما ما شيفين اليوم هي بكذا شكل يمكن هلا عم تشوفوها أكتر عقرب عبساطتها عحلوتها أنت مش بس بتصامن سكولتشر أو تحف صغيرة ولكن أيضا بترسم لوحات شفناها تخبرني عن لوحة الفحم اللي شفتها أنا وديك الفحم لوحة الفحم كتير مميزة لأنها اسمها Ultra Reflections الآن هي كتير حلوة لأنه فيها كذا لون أزرق وكذا لون أحمر فمن بعيد بتبين كأنها ملتهبة يعني كأنها تشيز on fire بس كلن color Reflections بس واحد يقرب بيكتشف أنه هي color Reflections أنه منها عم تضوئ أو عم تلمع فيه واحدة اسمها Butter Dreams كتير بحبها وفيه كمان واحدة اسمها وديو معمولة من خشب هلأ أرحى نشوفها هلأ وجودك بهالبيت الأثري يعني هو يعاد من البيوت الأديمة بالأشرفية هو اللي بيخليك تكون هلأدة فنان راكم دوه هلأ أكيد البيت أنه أكيد أثر فيه لأنه البيت له تاريخ يعني وبيت عثماني له جزور عثمانية فأكيد خليني أقدر هالشي فيه شيء حلو كمان دركز عليه أنه أنت بتعتمد على روسي كلاج بأعمالك يعني نحن لما نستعمل تاريخ دوه أو لما أنت تستعمل علب البوكسس طبع الواين ترجع تحولهم إلى طاولة كل هذا بدل عن أنه أنت من الأشخاص يلي يهتموا بالبيئة كمانا نظبت كل شيء خاصه إيكو فرندلي حاولت استعمله حاولت حتى بالطاولات كانوا كبينوا من طاولات للخشب البطل بتسيك تعمل فيها شيء إلا أنك تحرق أو تلوث بيها هيدي اسمها فلاور لايت وهي شوي كمان مزيك يعني عربي من شارع الجميزة في الأشرفية من البلوهاوس تحديدا دارين شهين قناة الجديد أبرز ما كان في النشرة من موسكو فرصة لحل تفاوضي في سوريا عباس هاشم عن سفير لبنان في سوريا لأنه إذا طلب موعد له ثلاث سنين مش يأخذه ما أنت لازم ترك سوريا ويجلال الهند تستنفر حزنا على فتاتها المغتصبة ختم نشرتنا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة